كتب بعد ذلك ظهير ده أنت تطلب أحلى طلب ده أنت تعيش في أجمل رغض إنما ليه الأنبياء ما طلبوش ده والله يا جماعة أنا عاوز أخاطب ضميرك وعقلك ليه أيوب عليه السلام ما ألحش في الطلب إن ربنا يعافيه من الابتلاء المرض اللي هو فيه ده ليه 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 يعني بجد يعني ليه 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 فعلا ليه سيدنا يونس ما قالش إيه اللهم أخرجني من بطن الحوت اللهم أخرجني من بطن الحوت تخيل يونس ما طلبش ده انت خدت بالك بالله عليك يا خبر بيض طيب والله العظيم أنت ورزقك واسع الكلام ده جاه في بالي دلوقتي حالا فقط لأول مرة يجي بالي أنا عاوز أسألك فعلا ليه يونس عليه السلام ما طلبش إن ربنا خرجه من بطن الحوت الدعوة اللي قالها اللي احنا تعلمناها من القرآن وذنوني الذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه يعني ألا نضيقها عليه مش هنضيقها عليه فنادى في الظلمات قال لا إله إلا أنت أدي واحدة سبحانك تانية إني كنت من الظالمين ثلاث جمل ألهم في جملة والنبي قال عجبته لدعوة أخي يونس خير كلها أولها توحيد أوسط وتسبيح آخرها إقرار بالذنب إنما توحيد وتسبيح وإقرار بالذنب أنا عارف إن المعنى خرجني من لنا فيه أنا عارف ده المعنى إنما اللفظ نفسه ملقناش من بين الجمل التلاتة اللي قالها يونس اللي تقلت في جملة واحدة إن خرجني من بطن الحود كان ممكن يقول لا إله إلا أنت خرجني من بطن الحود سبحانك إني كنت من الظالمين أو لا إله إلا أنت سبحانك خرجني من بطن الحود سبحانك إني كنت من ما قالش كده لماذا لم يطلب هذا الطلب ادي سؤال سؤال التاني فاكر سيد ستنا هاجر وهي بتسعى بين الصفة والمروة وابنها بيموت من العطش سيدنا اسماعيل الطفل الرضيع وهي في الشمس الحارقة والمكان المكشوف العجيب ده ايامها بقى وتجري من ناحية الصفة وتنزل لراحة المروة الجبل وجبل وتتدور على اي حد عنده مية وابنها بيسرخ وسمع ابنها بيسرخ فتقول ايه قالت رب اغفر وارحم وتزاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم فاعفو عنا والتكرم ده اللي قالته هاجر انما كان المفروض في رأيي اه في رأيي انا لو انا ما كان ها اقول يا رب المية يا رب هات مية يا رب سقينا مية ما عملتش كده انما انشغلت بالاستغفار بقى سيدنا نوح يوصي قومه انه بدل ما يطلبه الزبدة والعيش والسمن المرحرح والعيش المرحرح يقوله انشغلوا بالاستغفار يقول فقلتوا استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مضرار يمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهار ده الكلام ده على هو استغفار يعني معنى ذلك انه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا امنوا واتقوا مش امنوا وطلبوا الاكل والشرب والسمن والزبدة واللحمة والفراخ والسامك ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من السماء يبقى البركات بتتفتح بايمانك واستغفارك ورجوعك الى الله لذلك يقوله سيدي ابن عطاء الله لا تعبدوه لا لا تطيعوه لتطلبوا منه ما تدعيش ربنا عشان تطلب ولكن ادعوه واعبدوه لترضوه فاذا رضي ادهشكم بعطائه فاصل ونواصل